بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلاً وسهلاً الأبناء العزاء في هذه الحصة الجديدة والتي تتعلقنا طبعاً بالفرض الثاني الدورة الثانية المكون طبعاً هو الجغرافية طبعاً مدد الشمعيات القسم الخامس ابتدائي إذن نشرع على بركة الله طبعاً عندنا 84 في الجغرافية هتمي الأول أصل بخط نعم هنا الفصفات المكتب الشريف للفصفات ثم أعدنا هنا الأسمدة الكيماوية الفصفاتية هنا التعارف مواد كيماوية مصنعة من معدل الفصفات وتستخدم في تخصيب التربة الزراعية هنا مؤسسة وطنية متخصصة في استخراج وإنتاج وبيع الفصفات ومشتقاته هنا معدنون يستخرج من باطن الأرض يتكون من مواد عضوية إن غمرت في مياه البحر منذ ملايين السنين إذن هذه هنا تعارف سنصل بخطين طبعاً بين المصطلح حسده وتعارف طبعاً المناسبة لهم هذا بالنسبة طبعاً التمرين الأول الآن سنمر إلى التمرين الثاني بعدها تمرين الثالثة والرائب وفي الأخير سنقوم بالتصحيح وتقارن إجاباتكم مع إجابات التي سأمدكم بها ننتقي إلى التمرين رقم إثنان إذن التمرين رقم إثنان يقول أذكر ثلاثة أنواع من المعادل الموجودة بوطني وأحدد مجالات استعمالها أنتم فقط مطالبون بتحديد ثلاثة أنواع من المعادل لكن بالإجابة سأضع أكثر من ثلاثة معادل إن شاء الله نعم هذا طبعاً بالنسبة للتمرين رقم إثنان سنذكر ثلاثة أنواع من المعادل مع تحديد مجالات استعمالاتها نمر إلى التمرين رقم ثلاثة أو التمرين الثالث الذي يقول أصنف كل نوع من هذه المواصلات دمن النقل إما البري أو الجوي أو الباح نعم مواصلات جوية مواصلات بحرية مواصلات برية أفضل إذن عندنا هنا شاحنة باخرة قطار طائرة مركبة فضائية ثم عندنا سفينة ثم عندنا طبعاً سفينة إذن سنقوم سنقوم بتسنيف هذه المواصلات أو وسائل النقل ليشاعنة باخرة قطار طائرة مركبة فضائية سفينة حسبها الجدول حسبها هذا طبعاً الجدول نمر إلى التمرين الموالي نعم التمرين طبعاً الرابع والذي يتكون من شطرين شطر الأول ثم الشطر الثاني الأول يقول أحدد بعض أدوار مواصلات ما هو أدورها طبعاً في الحياة دينا ثم سنحدد بعض أدوار نستحسن ثلاثة أو أربعة هنا السؤال الثاني أكمل بما يناسب نعم أكمل بما يناسب صحظوا عدنا هنا تقول لي نام الجنوب شماله نعم تتجمعوا فيه طبعاً الساحل الأطلنطي وش في شماله أم طبعاً مش في شماله إنما شماله أم في الجنوب أهم منشأة مواصلات مقارنة ب وش شماله أم جنوب ب ما ليسا مرفوع عادي لأننا حرف وجر وتأنا كنا في حرف وجر وعيد أكملوا ما يناسب إنما كتبوا كلمة الجنوب أو شماله تتجمعوا فيه الساحل الأطلنطي نعم تتجمعوا فيه أقصد الساحل الأطلنطي هل في شماله أم جنوب أهم منشأة مواصلات مقارنة ب إما بالشمال أو الجنوب إذن بعد الإنجاز طبعاً يأتي التصحيح قائلوا إجابتكم مع الإجابات التي أعود منذكم بها الفوسفات فالفوسفات هو معدن يستخرج من باطن الأرض يتكون من مواد عضوية إن غمرت في مياه البحر منذ ملايين السين إذن هنا عدنا الفوسفات ونحفظه التعليجي ربما يعطينا في الفرد يعرف الفوسفات إذن فهو معدن يستخرج من باطن الأرض يتكون من مواد عضوية إن غمرت في مياه البحر منذ ملايين السينين إذن هذا المكتب يشتري الفوسفات رهو مؤسسة وطنية متخصصة في استخراج وإنتاج وبيع الفوسفات ومشتقاته إذن المكتب يشتري مؤسسة مؤسسة وطنية متخصفه في استخراج وإنتاج وبيع الفوسفات ومشتقاته الأسمدة الكيموية الفوسفاتية طبعا هي مواد كيموية مصنعة من معدن الفوسفات فالأسمدة هي مواد كيموية مصنعة من معدن الفوسفات وتستخدم في تخصيب تربة إذن الأسمدة تستخدم في تخصيب التربة الزراعية نعم هذا بالنسبة للثمير رقم واحد نمر إلى الثمير رقم اثنان نعم الثمير رقم اثنان الذي يقول أذكر ثلاث أنواع من المعادن موجودة بوطني فطبعا عدنا النحاس وسجلنا النحاس نعم عدنا النحاس مجرد استعمال لأنه يصغبوا بصناعة البطاريات صناعة البطاريات نعم الكهربائية واللوحات الطاقة الشمسية لوحات الطاقة طبعا الشمسية طاقة الشمسية نحن عدنا النقل نستعمله في النقل طبعا تستعمله كذلك في الصحة مجرد صح نعم عدنا مثلا الفضة نعم نحاول ننزل هذه هنا بشتجين الكتابة الفضة الفضة كنصغبوا مننا الحيلي تركيب الالواح تركيب الالواح الطاقة الشمسية تركيبه الواحي الطاقة الشمسية نعم ثم صناعة الحيلي نعم صناعة الحيلي نعم نعم آلات موسيقية الفضة كنصغبوا مننا آلات موسيقية وكذلك مهمة تصفية الماء نعم صناعة حفظوا هاتش هيدا تصفية الماء ينبشينا المعدين آخر لهو مثل الحديد والحديد را كنستعمله في البني في البنياك البناء كنستعمله في صنع الآلات آلات أجزاء السيارات أجزاء السيارات كنصغبوا في القطارات السيكاك الحديدية السيكاك الحديدية إذن هذه مجالات استعمال نعم حاولوا تحسموا باتشو تحفظوا هاتشي نعم نمر إلى 98 رقم 3 وصنفوا كل نوع من هذه المواصلات وصنفنا نقض برية جوية أو البرية أو البحرية مثل شاحنة شاحنة برية شاحنة قيدوا هنا كم يوق شاحنة باخرة بحرية بحرية باخرة ثم قطار قطارة هو بري كذلك الطائرة لا طائرة جوية طائرة قيدوا هنا طائرة ثم عظى مركبة فضائية هي جوية مركبة نعم فضائية ثم عدنا سفينة فقال في البحر سفينة بحرية جونا جوججججج سفينة فهي طبعا بحرية هذا جواب هذا هو شوفوا مزيد لننتقي إلى التمرين التمرين طبعا الرابع وحددوا بعد أدوار المواصلات إذا المواصلات ردون ضيارة واضح أن تسهيل الحركة والتنقل تسهيل الحركة والتنقل أعتدد على هذا الخط هذا اللي أنا عندي مساحة ضيقة هذه الكتابة تقريب المسافات بين الناس تقريب المسافات تقريب المسافات طبعا هذه التمر مصوطة بين الناس عدنا نقل بضاء توفير الوقت والجهد كتوفرنا الوقت والجهد نعم توفير الوقت والجهد ثم نقل بضائع المنتجات نقل البضائع والمنتجات ثم تيسير التبادل التجاري كتسهل نوك تيسر لنا نعم تيسير التبادل التجاري وكنا التبادل الثقافي بين الناس نعم تبادل الثقافي بين المجتمع الثقافي بين الناس وطبعا بين المجتمعات هنا السؤال الأخي قلنا أكمل ما يناسب جنوب شماله تتسمع في أهم منشآت المواصفين في شماله المغرب طبعا في صحيح الأرض في شماله تمك المواصفين مقارنة بالجنوب مقارنة بالجنوب إذن تتجمع أقصد في الساحل الأطلنطي في شماله شمال الساحل الأطلنطي أهم منشآت المواصلات مقارنة بالجنوب أتمنى أن تكون قد استفدتم من هذه الحصة ترجمة نانسي قنقر